السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم مخبوزات ام عبدالغاني ان شاء الله يلقاكم هذا الفيديو في تمام الصحة والعافية اليوم اخواتي جبت لكم هذا الفلفل مرقد في الزيت والالبوف الجوخ كما نقولولو احنا يا تحت الطالب بالزاف اخوات قالوا لي مدينا هذا الوصفة على بيها اراني حضرتها لكم ودرت لكم كيلو واحد بركة الفلفل حبيت من دلكم مقادير مضبوطة كنت جبت اللي هنا يا نبدأ وسع بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله جبت كيلو تلك الفلفل يدنات اللي تكونوا غسلتوه ونش مرات يعني وتغسلوه مرة بالخل على الاقل ونبعد نشفوه يعني من هذا كل ما كامل بش ما يوقننش هذا كل ما يفضلنا الفلفل تعنام بعد جيو تنقوه تنحيولو الزريعة كما راكم تشوفو كاللي ما ينحيولوش الزريعة هذي انا من الاحسن يعني انها كان نشتيه كان نحيولو الزريعة بشي جي صافي وزريعة ذيك شغول تطرني شوية في المعدة مهم البنات ننقوه كامل كما هكا ونبعد نروحوا نقطعوه قطاع هكا متوسطة الحجم على خطر نحن نحيوه في الربو تشوفو معايا الهنا كما راكم تشوفو راني خلط شوية احمر وشوية اخضر سنقطعوه هكا دي مورسو صغار شوية ونبعد نرحي في الربو لكتشوفو الطريقة مهمة بزاف هكا بشي جيكم مهوش مرحي بزاف ثاني ما يبقى لكم شي كاكي الماء وثاني يجيكم ما يتلقلكمش بزاف الماء هكا ذوك نكمل نقصهم هذيك اللخرت دائما نراني نحيها شوفو هذي اللخرت عفلفل راني نحيها نرميها وليفت برك هكا يعني اللي حابين يخليوها يعني كما يحبو هكا يا لبنات قطعتهم كامل ام بعد نروح نرحيهم شوفو طريقة كفه ترحي وتحكمو ربو بتاعكم تشغلوه ثانية تشغيل وثانية تحبس وثانية تشغيل وثانية تحبس وذوق تشوفو معايا هكا شوفو نضغط شوية ثم ثم نحبس هكا بش ما يترحالش بزاف وما يتلقش الماء بزاف وما يروحش هذيك يسمى الفلفل كامل يروح مع هكاك حاولوا ترحيوه يعني هكا دي بتي موصو مبصح ما ما شرقاك بزاف هكا عبر كيم ما راكم تشوفو كيم ما ديروا هذي طريقة تعربو رح يترحالكم هكا ما هو شي طالق الماء بزاف كيم ما راكم تشوفوها ما كانش الماء بزاف فاروب الداخل احنا نفرغو في هذي الاناقية البنات ومبعد نزيد نكمل هذو كامل بنفس طريقة ومبعد نشوفو الخطوة الموالية اللي هنا بنات راني كنت كملتهم كامل اهماكي هذيه الكمية تعيي شوفو الهنا نحن خلطوا مليح بشي تخلطوا لي الالوان مليح مليح ومبعد نجيب كمية على الملح انا درت حاولي ملعقة كبيرة مشي معمرة مليح متعمرو هاش مليح الملح تدورتها وراوي نحينا الماء هذيك الفلفل شوفو الهنا درت ملعقة كبيرة وكنت عمرتها مليح بسح ما درت هاش كامل انتم ما ديروها ملعقة كبيرة وقلت لكم مشي معمرة مليح انا راني مالفا ندير عيني ميزاني وشي هو انتم ما نحب ندلكم عفون المقادير المضبوطة هكا بش مبتدئات يقدروا يديروه يعني بكل سهولة حكمت خلطت ملح ملي مليح معه هذيك الفلفل شوفو بعد تسويب له هكا السطح يعني بشي هذيك الفلفل كامل يدقاس به هذيك الملح ومبعد جيبوا اي مغطا هكا تغطيروه وتخليو حوالي ساعتين هكا ساعتين هكا ساعتين ثلاثة كما حبيتو يعني في المطبخ بركة حتى يعني يطلق هذك المنتاعو وباش مبعد نزيدو نصفيوهم الماء شوفو كي رجعت له بعد ساعتين ولا ساعتين ونص ثلاثة هكا كبير ما درت عشايا اي سما ندرتوا واقبل عشا ومبعد درت عشايا درت ومبعد رجعت له هكا يبنات كما لكم تشوفو لقيتو اطلق الماء يعني قاعدا نقول لكم مشي افرتها ساعة ولا يعني ساعتين ولا ثلاثة يعني طولت وانا في بهذاك مع العشا والخبز وكل شي وفرست المطبخ تاعي ومبعد رجعت له لقيتو اطلق الماء مليح مليح من هذك الملح ومبعد نحكم ونجيبوا صفاية وندروا تحتها ايناء هكا بشي تصفى لنا نصفيوه بيانكو ميلفو يعني نحاولو نصفيو هذركا بيدينا يعني نضغطوهم مليح باي حاجة قد ما نحيتولو الماء يا البنت قد ما يعني تضمنو باللي راح يقعد لكم فترة طويلة هذا الفلف اللي قعد لكم حتى نصت شهر فث اللاجة في العلبة مصرالو والوح يسمى خاصة اذا تبعتو الماء راح القد قد واذا يعني درتو الشوروط نتعل حفظ قد 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 يعني من شوروط الحفظ داعو انكم يعني تصفيوها مليح مليح من الماء هذك شوفو ديجا هذا الماء اللي كما درنا نلو الملح برك مازال ما بيتناه مولو يعني في هذك الدقيقة بعد نحيت هذ الكمية الكبيرة انتع الماء كما راكم تشوف ومبعد وتشوف نحن راح نجيب اي حاجه نضغط بها يعني نحاول نقدر امكان في هذا الوقت قبل ما نحطو في الثلاجة اصلا يعني نحاول اني نضغطو مليح نحيله كمية اللي قدرت عليها تعالي الماء جبت هذه تعالي الباطاطا لنمرس بها الباطاطا وضغطت هكا بها مليح المليح يعني حاولت اني نعصره مليح من الماء شوفو ازل تلق الماء شوفو كمية ما شاء الله هوني نضغط والماء راويها بطيعم بفعل هذا الملح يعني راح يطلق كمية كبيرة من الماء وبعد يعني تخ انا اخطرت الى هنا ندير هذا القاس على خطر شوية ثقيل ما لقيتش حاجة اثقل منه انتو ما حاولوا تثقلوه بأثقل حاجه هكا بشيط القلمة هذك مليح مليح وينشف مليح وتحطوه يبات في الثلاجة وهو هكا ما تحطوهش يعني للبر على خطر يفسدلكم وديلكم شوية الريحة حطوه في الثلاجة يبات ليلى كاملة وهو يتعصر هنا في اليوم المواليات نتحكم جبت ثومتاعي قطعتها يعني حاولوا انكم تقطعوها هكا بالموس احسن من اللي يتربيوها هكا بش ما تطلق حتى هي الماء ومبعد الهنا جبت هذك الفلفل تاعي ليستقطر ليلى كاملة شفو كدوهزة تطلق لي الماء ما شاء الله يعني راو تصفها مليح مليح ونشف من الماء بانكو ميلفو كيما راكم تشوفو شوفو نشف ما بقاش فيه الماء بزاف حاولوا يعني تثقلوه بحاجه ثقيلة بزاف هكا بش يتنحلوا الماء هنا في الإناء اللي راح نخدم فيها البنات ثاني لازم حتى هو يكون ناشف كم تشوفو فيها كنت غسلته ومبعد نشفتو بالبابي مليح ومبعد نلوح فيها هذك الفلفل هكا باش ما يزيدش يعاودي يهز للماء ولا حاجة لازم الحوايج اللي نخدمه فيها تكون ناشفة كاملة زيت لول هنا في صوص التعثم درت حوالي اربع صوص هكا كتعثم قطعتهم 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 بلموس مديروهم شرع مرابيين هكا بش ميت القوش لما حتى هما ودرت نسف ملعقة صغيرة برك انتع الملح لأخاطراني كنت درت له الملح من قبل مازال يعني فيه الملح ودرت اربع ملاعق تاع الزيت وما زلنا راح نزيدو الزيت يعني الزيت هذي راح نخلطوها برك هكا مع المقادير ومبعد يعني كين ديرو فل بلارة راحنا لازم نزيدو نديرو له الزيت نعمروه بالزيت وخلطت مليح المقادير كما راكم تشوفووا تجيبوا البلارات theory تكون معقما وتكون مشاقüyorsun تماما وهكذا ولا يوجد فيها كدرات الماء يعني فلّا prominent ismah آل تحتل قطعت الماء لو بسح الفلفل اروا في فيه المتع من بناء يعني ما يكونстанов در حسنا قبل تعيمتك Ouais حاجة تخدمي فيها الفلفل او تخبي فيها الفلفل لازم تكون معاقمة وتكون ناشفة تماما بعد ما لحتوه كامل في البلارة زيت من الفوق حتى يعني وكان نحب نجب دمن وملعقة ولا حاجة ما يضربوش هذاك الهواء وما يفسدليش ذكا يا لبنات راح نقول لكم اذا حبيتوا استعملو هذه العلبة مثلا حبيتوا استعملو منها بعد خمسي يام سمنا ستجدوها الطابو وتجدو لوقت عملي حتى قدروا استعملوه واذا ما كمشا تستعملوها ابدا تجدوها مباشرة يعني خمس سهر ستة في الثلاجة هتبقى لكم كما رحي بشرط انكم ما تفتحوهاش لازم العلبة اللي راح تديرو لها حي فتكون مغلوقة موشيت راح يتفتحيها تستعملي منها بعد تعود تغلقيها ذكا ما دمو البرد يالبنات تقدروا تخليو حتى خرج الثلاجة عادي مثلا في بلاسة باردة عادي ومبعد كي يسخن الحال تقدروا تعودوا وترجعوا في الثلاجة كانت هذه هي وصفتنا لنا على اليوم اتمنى اخواتي انها تكون نالت اعجابكم خليولي لجانبتعكم وتعليقاتكم الجميلة والسلام عليكم اشتركوا في القناة